اشتركوا في القناة السوفتوير بتاع الراوتر العادي عملت تطوير ليه يعني بمعنى صح وبعد كده حبيت انك ترجع للسوفتوير الاصلي بتاع السبعمية وواحد ولكن وانت وبتضيف السوفتوير او الفرموير اللي انت حملته بتلاقي مشكلة المشكلة دي هنشوفها مع بعض ولكن هنا نضغط على سيستم تول بعد كده بنيجي على أبجريد فرموير وبنيجي هنا بنضغط على شوز فايل وليكن السوفتوير بتاعنا اللي احنا عايزين نضيفه بإيش شكل ده اول ما نضغط على أبجريد هنا هتلاحظ الرسالة اللي هي هتظهر لينا زو شايفين ارور كود بإيش شكل ده دي الرسالة اللي بتظهر لينا لما نعمل السوفتوير او نعمل أبجريد للسوفتوير في الحالة ان احنا عايزين نرجع للسوفتوير الاصلي فان شاء الله علشان نحل المشكلة دي برضو هنضغط هنا على شوز فايل هخلي لك الملف اللي انا هستخدمه ده اسفل الفيديو في الوصف وبعد كده هتختار السوفتوير ده بعد كده بتضغط على أبجريد بعد كده بتضغط على أوكي زو شايفين اصدقاء هو دلوقتي بيبدأ يعمل لنا استرجاع لي الفروموير اللي كان على الروتر قبل كده فالموضوح سهل وبسيط جدا ده سوفتوير عادي تقدر من خلال السوفتوير ده انك تعمل اي سوفتوير انت عايزه وكمان تقدر ترجع لي السوفتوير الاصلي بدون الملفات وبدون المشاكل اللي احنا بنواجهها عند عمل السوفتوير يعني بكل بساطة هتستخدم الملف ده والملف ده هيحلل لك كل مشاكل السوفتوير اللي هي موجودة عندك فده يعني سوفتوير عادي تقدر ترجع من السوفتوير العادي ده للوضع الاصلي او السوفت الاصلي للسوفتوير اللي انت شغال عليه قبل كده فهيحلل لك مشكلة السوفتوير اللي انت شغال عليه حاليا طبعا احنا هننتظر طبعا اصدقائي هو راستر دلوقتي خلاص نمسح ده كله ده كله تابع السوفتوير القديم هنحزفه كده وندغط على انتر طلب مننا اننا نكتب يوزر نيم و باسورد ادمين تمام بالشكل ده ونكتب ادمين مرة تانية بعد كده بنضغط على انتر الخطوة اللي بعد كده اصدقائي وهو كيفية تحميل السوفتوير الاصلي من الموقع الرسمي تبلينك الطريقة سهلة جدا كل اللي عليك انك تيجي في بحث جوجل وتكتب تبلينك 701 بعد كده هتختار الخيار ده تبلينك 701 هذا خلق بباشرة على الموقع الرسمي طبعا اول ما تدخل على القائمة دي كل اللي عليك انك هتيجي هنا وتختار support اللي هو الدعم بعد كده بتلاقي هنا الفرموير هتضغط على الفرموير وطبعا هنا هتختار الاصدار سواء version 1 او version 2 هتلاقي مكتوبة عندك في الراوتر طبعا احنا version 2 هنختار الفرموير بعد كده بنيجي على الفرموير بننزل بالاسفل طبعا هنا اخر تحديث اللي هو 262016 262016 بتضغط على السوفتوير ده بالشكل ده كده وببدأ يتحمل معاك السوفتوير بالطريقة دي تمام بدون اي مشاكل طريقة سهلة وبسطة جدا تمام احنا كده حملنا السوفتوير الاصلي كمان لو انت عايز تحمل السوفتوير ده بس انا وفضل ليك انك ما تحملش السوفتوير اخر سوفتوير لان السوفتوير الاخير فيه مشكلة اللي هو بتاع 2016 فيه مشكلة ولكن أنا بنصحك إنك تحمل سوفت وير ده اللي هو بتاريخ 2014 لو كان لفيرجين بتاعك ويرجين 2 إنك تضغط على سوفت وير ده وتحمل السوفت وير ده تمام؟ أنا بنصحك إنك تحمل السوفت وير ده بدل السوفت وير بتاع 2016 2014 ما فيش مشاكل playbook Admiral ، بتفك عليه الضغط وبعد كده بتبدأ ترفعه تدخل على الراوتر وبتبدأ ترفع السوفت وير بتاعك الخطوة اللي بعد كده أصدقاء ان احنا عايزين نستخدم software اصلي من الموقع الرسمي للروتر تمام فطبعا احنا مش عايزين مسلا يكون software مكتوب عليه هو طبعا ونشر بيه الشكل ده تم تقويره من قبل الشخص اللي هو عامل software ده في الاول في الاخر احنا بنشكر الراجل ده على اساس ان هو عمل لنا حاجة نقدر نستفاد بيها وطور software ويخلانا نرجع من software اللي بطور لي software ده فاحنا طبعا شاكرين له الشوق المجهود بتاعه ده فان مهم دلوقتي احنا نضغط هنا على system tools وبعد كده upgrade firmware upgrade دلوقتي ازاي نبدأ نضيف software بتاعنا اللي احنا حملناه طبعا السوفتوير اللي احنا حملناه ينزل معنا مضغوط نفيك الضغط عنه هيعمل لنا ملف بيه الشكل ده هنختار وبعد كده نضغط على upgrade ودلوقتي هتنتظر لحد ما يتم عمل upgrade للسوفتوير بالكامل ونشوف السوفتوير بتاعنا ونقدر نزيل السوفتوير اللي هو موجود حاليا اللي هو ده ونضيف سوفتوير جديد من الشركة ما مكتبش عليه اي اه حقوق طابعه نشره او اي تطويرات من قبل اي شخص تاني فطبعا ده الشرح اللي انا كنت عايز اشرحه في الفيديو بتاع النهاردة موضوع سهل وبسيط جدا اتمنى انك توصل الفيديو ده لناس كتير جدا تستفاد بيه الفيديو ده بتشارك الفيديو مع الناس دي علشان انا متأكد من الخطوات دي انها ناس كتير جدا بتبحث عنها وناس كتير جدا بتعاني من المشكلة دي فاتمنى انكم تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان تفيدوا غيركم من اللي هم بيعانوا من المشكلة دي هتنتظر وهنشوف دلوقتي السوفتوير اللي احنا اضفناه هيكون شكله ازاي على الروتر بتاعنا هالراستر الروتر بتاعنا هنعمل له رفريش وازي ما شايفين اصدقائي رجعنا للوضع الاصلي للسوفتوير بتاعنا تيب لينك زي ما شايفين اهو تيب لينك بدل الاسم المطور اللي كان هنا وزي ما شايفين الروتر بتاعنا رجع زي ما هو اهو ده الروتر بتاعنا موضوع سهل وبسيط جدا يا اصدقائي فده كان الشرح بتاعي النهاردة اتمنى ان الفيديو كنا لأعجابكم في النهاية ما تبخلش عليها بالاشتراك في القناة لايك للفيديو ما تنساش شارك الفيديو مع اصدقائك عشان يستفيدوا من الفيديو اي اسفسار تقدر تكتبه اسفل الفيديو في كومندي ان شاء الله هارد على جميع اسفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة